اشتركوا في القناة ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعته النهاردة الشارع ده شارع رئيسي عرضه 60 متر ده كده شكل الشارع بتاعنا اهو وده الشارع الرئيسي اللي انا مصوره لحضراتكو هناك اهو ببين لحدك المسافة بينك وبين الشارع الرئيسي يعني تقريبا 5-6 عمرات بالزبط وتبقى على الشارع الرئيسي ده كده شكل العمارة من برة العمارة 12 دور نصية على شارعين كل شارع منهم عرضه 10 متر وشقة النهاردة في الدور الخامس في النصية بتبص على الشارعين العشرة متر بعد كده بيجي لنا المدخل بتاع العمارة ده كده المدخل اهوها جماعة ما شاء الله مدخل شي جدا حاجة في منتهى الجمال بالسلم الدائري الجميل ده وفيه عندنا طبعا اتنين اصنصير دول اتنين اصنصير اهو واحد زوجي وواحد فردي طبعا شقة النهاردة في الدور الخامس يعني هتبقى تبع الاصنصير الفردي وده كده المدخل اهو من فوق جبتوا لحضراتكم دوقتي من تحت ودوقتي بوري لحضراتكم برضو من فوق ده كده شكل المدخل اهو نبدأ بقى نشوف الشقة بتاعت النهاردة اول حاجة بيجي لنا باب حماية حديد ده كده الباب الحماية اهو والمنطقة دي كل لها كده تعتبر بتاعتك معمولة بالسراميك الجميل ده الشقة دي يا جماعة عبارة عن شقتين مفتوحين على بعض وطبعا متشطابين تشطيب عالي جدا 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 هنا اول حاجة بيجي لنا الغاز على باب الشقة انت بس هتقدم عليه بعد كده هنا بيجي لنا عداد الكهربا ده عداد كهربا جديد كرت بعد كده بيجي لنا باب الشقة ده ده طبعا باب مصفح نبدأ نخش بقى الشقة بتاعت النهاردة ونقول بسم الله ما شاء الله الشقة ما شاء الله يا جماعة تشطيبها سوبر لوكس البيع بالفرش او بدون طبعا الفرش الموجود في الشقة دي كله ما شاء الله مستوى عالي جدا كله حتى برندات ده كده الريسيبشن اهو بيجي لنا كده طبعا زي ما قلت حدك انهم مشاقتين مفتوحين على بعض ده كده الريسيبشن ده الواحده بيشيل حوالي ست قطع والشقة فيها اتنين بلكونة وست غرف ده كده اول حاجة الريسيبشن وهنا كده بيجي لنا الامريكان كيتشن ده باب الشقة اللي احنا دخلين منه اهو وده كده المطبخ الامريكاني يا جماعة معمول امريكاني بس في الجنب كده بلامحة بسيطة على الريسيبشن عشان ما يبقاش مجروح اوي دي الرخامة بتاعته اي رخامة جالاكسي اسود وده كده المطبخ اوه ما شاء الله معمول بالديزاين الجميل ده متنسق حلو جدا يا جماعة وما شاء الله مساحته حلو جدا طبعا الحاجات الموجودة فيه دي كلها كلها برندات يعني التلاجة برند المايكرويف والفرن الكهربائي والبوتوجاز المسطح ديجيتال بالتوتش ما شاء الله حاجات كلها مستوى عالي جدا بعد كده نبدأ نخش بقى على طرقة التوزيع دي ونشوف الغرف نبدأ نشوف اول غرفة معانا دي كده اول غرفة اهي الغرفة دي مساحتها تلاتة ونص فيه اربعة دي بتبص على احد الشوارع اللي هو العشرة متر زي ما قلت لحضراتكم الشقة كلها بتبص على الشارع ده كده اول شارع عشرة متر معانا اهو ياريت يا جماعة بس اللي مهتم يكمل معانا الفيديو للاخر الناس ما بتكملش الفيديو للاخر وبتتصل تسألني او بتبعت على الواتساب وتسأل يا جماعة كملوا الفيديو للاخر والله هتلاقوا كل البيانات موجودة عليه دي كده تعتبر اول غرفة بعد كده نخش على الغرفة التانية دي هنا كده الغرفة التانية دي الغرفة التانية فيها بلكونة زي ما قلت لحضراتكم الشقة فيها اتنين بلكونة واحدة بتبص على الشارع العشرة متر ده والتانية بتبص على الشارع العشرة متر التاني دي اول غرفة اه ما شاء الله بالتشطيب الجميل ده وورق الحقط الجميل لعلى الحيطة ده هنا كده بقى الباب بتاع البلكونة نبدأ نخش نشوف اول بلكونة ما شاء الله مساحتها حلوة عرضها تقريبا متر ونص هوري لحضراتكو برضو الفيو من البلكونة اجمل حاجة بقى ان مفيش قدامك حد قدامك مسجد يعني تفتح بلاكنتك مفيش حد جرحك ده مسجد اهو واللي هناك دي كمان مدرسة لغات دي مدرسة لغات اللي هناك دي والمسجد ده وده الشارع اللي احنا جايين منه هوا يا جماعة نبدأ نرجع كده تاني طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك كده شفنا غرفتين بعد كده نخش على الغرفة التالتة دي كده تعتبر الغرفة التالتة اهي ياريت برضو جماعة نركز في الحاجات الموجودة بحيث اللي هيحتاج ان هو ياخدها بالعفش يبقى عارف ايه الحاجات الموجودة فيه تشوف بقى المكيفات السرير ما شاء الله حاجات يا جماعة والله كلها حاجات غالية جدا ده برضو اهي الغرفة اهي بتبص على المسجد وبردو على المدرسة اللغات باحنا كده شفنا حتى الان تلات غرف نرجع بقى نكمل نشوف باقي الشقة معنا المناسبة برضو يا جماعة الشقة دي كانت تلات حمامات بس طبعا وسعنا المطبخ بحمام وفي عندنا اتنين حمام تاني ده كده ريسبشن الشباك اللي في الوش هناك ده يا جماعة بيبص على الشارع برضو لعشرة متر ده باب الشقة اهل اللي احنا داخلين منه نرجع كده ده برضو الجزء التاني من الريسبشن تلات قطع برضو وهنا كده فيه طرق التوزيع بتودينا على التلات غرف التانيين هوريهم لحضراتكم دلوقتي نشوف بس هنا الاول البلكونة دي دي تعتبر بقى بلكونة من الريسبشن البلكونة الاولى شفناها كانت من الغرفة دي بقى البلكونة التانية من الريسبشن تقريبا نفس المقاس او اكبر من اللي هناك شوية دي كده تاني بلكونة بتبص على الشارع برضو لعشرة متر اللي هو الجانبي اللي هو غير بتاع المدرسة والمسجد اهو جماعة الشرع الستين متر هناك اهو ما شاء الله المنطقة كلها عمرات ما شاء الله هو نظيفة والناس الموجودة ناس راقية نبدأ نرجع كده تاني بقى نكمل بقية الشقة نخش هنا على طرقة التوزيع التانية اول حاجة كده الحمام الصغير ده كده يعتبر الحمام الصغير اهو يعتبر برضو يا جماعة قريب من الريسبشن يعني برضو الحمام ده مش جوه لا ده هو يعتبر قريب من الريسبشن بحيث النضيف اللي عندك ما يخشش يجرح بقية يعني ما يجرحش الغرف عندك جو ده كده الحمام الصغير بعد كده هنا الحمام الكبير ده الحمام الكبير اهو يا جماعة ما شاء الله مسحته حلوة وبرضو متشطب بشياكة ما شاء الله مسحته حلوة جدا ده كده الحمام الكبير او اللي هو الحمام التاني زي ما قلت الحضرات كن في واحد تالت ولكن اتفتح مع المطبخ عشان يوسعه المطبخ بي بعد كده هنا عندنا المنطقة دي كده زي دي بقى معمولة كده طبعا انت بحر طبعا تعملها زي ما انت عايز بس هي معمولة هنا زي منطقة كده ايه بتدرس حاجة حابب تراجع حاجة تقرأ كتاب في المنطقة دي ايه تبقى معاك احنا طبعا شفنا هناك تلت غرف وهنا بقى نبدأ نخش الغرفة الرابعة بس الغرفة الرابعة هوري لحضراتكم فيها حاجة ان هي غرفتين مفتوحين على بعض يعني انقول ان الغرفة الرابعة والخمسة مفتوحين مع بعض دي كده تعتبر اول جزء والجزء اللي هناك ده يعتبر الغرفة الخمسة دول غرفتين هم يا جماعة مفتوحين مع بعض طبعا لو حابب انت تقفلهم مفيش مشكلة تقدر تقفلهم ان شاء الله برضو مساحتهم حلوة جدا دي كده الغرفة الرابعة والخمسة نرجع كده تاني نخش على الغرفة الستة دي كده تعتبر بقى دي اخر غرفة معانا مساحتها تقريبا تلاتة في تلاتة ونص برضو بالتشطيب اللي حضراتكم شايفينه ده نرجع مع بعض البيانات مرة تانية كده بقى بسرعة الشاقتين على بعض مساحتهم ميتين وتسعين متر ست غرف ورسبشن ست قطع ومطبخ وتلاتة حمام بس فيه حمام اتفتح منهم مع المطبخ الشاقة في الدور الخامس برج اتناشر دور بيبص على شرعين الشرعين عرضهم عشرة متر وفيه عندنا اتنين اصنصير الشاقة فيها عدات كهرباء جديد كرت وفيها غاز طبيعي بس على باب الشاقة ومجرد انك بتقدم بيدخلك الغاز على طول الشاقة للبيع بالفرش او بدون سعر البيع بدون الفرش مليون تلتمية وخمسين الف سعر البيع بالفرش مليون خمسمية وخمسين الف عنوان الشاقة فيصل سادس نمرة من شارع اللبيني الرئيسي لاي استفسار ارقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة فيه رقم فون وفيه رقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طور موعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله